اشتركوا في القناة وارتفاع عدد الخلفات وارتفاع الميزان بالنسبة للصغار اي في سن التسمين كما كتشوفوا معايا هذه القرارة اني دير فيها واحد المادة اللي هي فايتسبقتلي احضرتلي عليها المهم ان في هذا الموضوع كان طريقة جد فعالة وهي الحلبة الحلبة ففي المواضيع السابقة كنت تحددت على الحلبة يعني وفوائد ديالها في التسمين يعني بالنسبة لجميع الاعمار اما الكبار اما الصغار اما الحوامل اما العشار اي سن والطريقة اللي كنت قدمتها وهي حبوب الحلبة مع الماء يعني كتشدوا حبوب الحلبة حبوب الحلبة معروفة لاها الخيصة في التسمين ممكن اني تشيروا ليجوش دراهم لاكدر بكم شحال كي تباع بالكاس ممكن انكم تديروها مع الماء ولكن هالطريقة هذي لقيت فيها بعض السيلبيات وهي ان الماء كي يطلقوا واحدة رائحة يعني كاريها كم عارفين ريحة الحلبة هي خدامة فعالة ولكن هذي الرائحة الكاريها كتجعل يعني كيتبدل بعد اللون ديال الماء وخاصكم كل النهار تقوى تبدلو لمدة اربع ايام يعني كين واحد العناء اما هالطريقة اللي يجب لكم جديدة ان شاء الله هي الطريقة ديال اليوم وهي جد سهلة وما كتخليش الرائحة في المكان يعني باش ممكن ان الاراني بينفرو من هذيك الرائحة هالطريقة وهي اننا نشدو هذيك الحلبة ونتحنوها نحنوها ونسحقوها في مولينيكس عادي يعني نتحنوها كيفاش كتولي كتولي بهذا الشكل هذا نحلل القرعة يعني كتولي غبار ثم كما كتشوفو غبرة ثم كما كتشوفو هيا غبرة اكا اذا هذي الحلبة هذي مني كتولي غبرة سمو كنديرو لها مشي كنديروها مع الماء لا كنشدوها وكن نخلطوها مع كيلو ديال الخبز الجاف مطحون حتى هو يعني مثلا هذي الخبز ها واني كما كتشوفو هذي الخبز خبز جاف مطحون مطحون نتحنوه بأي طريقة ممكن أنه يكون عندكم روبو أو مهراز أو أي حاجة عني عندي حلقات سابقة وريتكم كيفاش كيفاش يعني تطحنو هذي الخبز المهم من يتشدو الخبز ديرو كيلو كيلو ديال الخبز خلطو معه ملعقة كبيرة ديال يعني ديال الحلبة مطحونة بهذا الشكل يعني معلقة من هاد من هاد الحلبة المطحونة ملعقة من الحلبة المطحونة ممكن أنكم تخلطوها مع كيلو ديال الخبز سووم تحون يعني مني كتخلطوهم غديتلاحظوا أن الأرنب ما كيعقش بهذاك الماضاق ديال الحلبة وما كي بهذاك الحلبة ما كتنفخش بحال يدرناها في الماء يعني مني كنديروها في الماء كتنفخ وكتعطي واحد يعني واحد رائحة كريهة أما بالنسبة لهالطريقة هادي كنوا متقنين أن الأرنب ما كيعقش بها ما كتخليش رائحة في المكان ما كينفرش منها بس موكي أوقع أن العملية العملية ديال التسمين كترى بواحد الشكل كتر منيما تديروها في الماء أولا الحلبة فاتحة الشهية كتفتح الشهية تانيا كيتسمن يعني كيبان كون بالوزن دياله كيتزاد بواحد طريقة يعني سبحان الله هني الحلبة يعني شي حاجة يعني هي كتتطبر حتى موضاد حيوي ممكن أنكم تحنوها مع تعطيوها لهم عاوثني مع التومة عاوثني كذلك رها واحد الموضاد الحيوي جد جد فعال يعني تتومة لكي الناس اللي كيكرموها وكي تحنوها وكي يعطيوها الأرنب ديالهم مع الحلبة متحونة كنوا تيقنين أن الحلبة متحونة مع الخمز جاف كي يعطيوها النتائج أنا رأي بتجربها هذي يعني جد جد مفرحة إن شاء الله القضية ديال الحبوب مع الماء زيانة حتى هي غيفة شوية العناء وكتخلي واحد الرائحة لأن شحن لكمونتير جاوني قال لك باللي رأي عنا لهذه الحلبة كتنفخ وسط الماء وفعلا هي كتنفخ وسط الماء وكتطلق عندكم الصح إذن اسموه الطريقة اللي غادي نحيل منها الرائحة هذه وهي الطريقة اللي هذرنا عليها أنكم الحلبة تحنوها تتولي غباء بحلاكة أنا رأي ما تتحنتها شعرت بالزافرة ممكن أن تتحنوها تتولي يعني غبرة مني كتديرو غيم على القوحدة مع كيلو ديالخبز كيلو ديالخبز زراه بزافرة كتديرو معها غيم على القوحدة كافية وما تديروش أكثر يعني بالنسبة التسمين أنا جربت يعني ملعقة واحدة رأة كافية أنها تخدم معكم مزيان إذن ديالحلقة ديال ديالنهار حلقة مهمة الناس يبغي يعني يعطيو تسمين يعني يسملوا الأرانب ديالهم سواء صغار صغار أو كبار كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم الناس ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا حلقة إن شاء الله مفيدة تكيو على زر جام باش تساندو باش خانات زيل قدام بتنسوناش بزير جام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة ونشأ وقت